يا ظلمة القلب كذب على الذئب دمع من الأوهان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع يوسف الأحلام نهار دا الحلقة رقم 27 وطرقنا بالأمس يا عقوب عليه السلام وهو بيقول والحياة اتأثرنا بي جدا وبيقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله يا طرى أخوي وحبيبي بتشكو بثك وحزنك لمين وطرى أخت الفاضلة بتشكي بثك وحزنك لمين اشتكو ربنا سبحانه وتعالى وإلجاء ربنا سبحانه وتعالى إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله يعني قولوا كل اللي جواكم ويحكوا كله وإذا كلمة سبحانه الله في العمرة اللي فاتت كان الناس بتسألني بتقول لي أدع أقول إيه حوالين الكعب قطروا قول لي قول اللي في قلبك مش لازم تكون حافظ دعاء معين اللي في قلبك وأجمل حاجة الدعاء هو طالع من القلب كان يعجبني قوي قوي لما أمشي جنب حد من الناس البسطاء وهو عمال يقول يا رب يا رب فرجع علي يا رب شفين يا رب الكلام البسيط ده ما هواش حافظ أحاديث معينة ولا أداية معينة لكن اللي جواه بيقولوا أجمل حاجة إن الكلمة تطع من القلب والدعاء يطلع من القلب وأكيد هيوصل بفضل الله سبحانه وتعالى تعالوا نشوف إيه اللي حصل يا جماعة اللي حصل بكل بساطة إن يعقوب عليه السلام لما أولاده فجأوا بإن بنيمين كمان أصبح عبد رقيق عندي عزيز مصر لأنه اتزابط هناك وبيسرع طبعا وما سرقش ويعني كتحيلة مضبرة ما بين يوسف عليه السلام وبين أخيه بنيمين عشان يحجزوا عنده ويخليه عنده في مصر يعقوب عليه السلام قال لهم بل سورت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل بعدين بعدها فكر بعد ما تولى عنهم بقى وبيضت عينهم من الحزن فهو قديم بعدها فكر قال طب الله طب وليل استسلم لليأس والحزن ده طب من خلي أبعث أولادي يبدأوا يدوروا على يوسف وعلى أخيه بن يمين بن يمين معروفه وفين لكن يبدأوا يدوروا على يوسف على أساس أن ربنا يكرمنا ويجتمع شامل الأسرة مرة تانية ونشوف إذا كان في طريق أن احنا نجيب بها بن يمين كمان يبقى يبدأوا يروحوا يدوروا من دلوقت قال يا بنيمين اذهبوا فتحسسوا يوسف وأخيه قد بالك بقى ولا تهيئسوا من روح الله والله الفرج قريب ليه لأن يعقوب عليه السلام قالوا قبل كده وأعلم من الله ما لا تعلم أنا عارف أن الفرج قريب وعندي يقين وثقة في الله عندك اليقين وثقة في الله دي يعني لما بتقف أزمة لما بيحصل لك مشكلة لما عندك يقين بتقول أنا ثقة فيك يا رب إن شاء الله هتفرج علي لما بتيجي يحصل لك حاجة لما بيجي لك أزمة معينة لما بيحصل لك أزمة مادية بيخلي عندك ثقة ويقين في الله أنا واثق يا رب أنك هتفرج علي أنا عندي يقين أنك هتسد ديوني مدام أنا عندي نينة سد الدين إن شاء الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها قد الله عز وجل عنهم أخوي وحبيبي خلي عندك ثقة في الله خلي عندك حص الظن بالله وربك حبيبك جل جلاله هو اللي قال أنا عنده ظلني عبد بيه في رواية إن ظلن بيه خيرا فله أنت اللي كسبان وإن ظلن بيه شرا فله أنت اللي خسران قال إيه ولا يتيأسه من روح الله إنه لا ييأسه من روح الله إلا القوم الكافرون إلا حصل أخوي وحبيبي مفاجأة كبيرة جدا هتحصل مفاجأة تكاد تخلي الإنسان عقل يطيش إخوة يوسف للمرة الثالثة جهزوا الجمال ورايحين مرة ثالثة من فلسطين لمصر مشوار على بعد ثمن ليالي بالقبل ثمن تيام ليل ونهار ماشيين بالقبل لحد أما يوصلوا لمصر حد فيكوا يستحمل ده لأنت تبقى رايح عمرة وراكب طيارة وساعتين اللي أربع في الطيارة وبتوصل بتقول الجسمي متكسر أروح أسترح شوية في الفندق وبعدين ننزل لعمر واخد بالك فما ظنك بقى ثمن تيام بلاليهم على القبل في الصحراء ومشيين في الحر والبرد والتعب والريح والأخطار اللي حواليهم دي كلها ورايحين للمرة الثالثة من فلسطين لمصر راح إخوة يوسف بس المرة دي كانت حالتهم صعبة أول المرة دي جماعة هم يضب رجعوا وحطوا الأكل والشرب والحاجات لأهليهم ليعقوبوا للأسرة كلها العيلة كلها وما لحقوش يجمعوا بضاعة تانية عشان يروحوا يديها اليوسف عليه السلام مكان البضاعة والأكل اللي هيخدوه صح كده فهدوب اللي قدروا يخدوه يخدوه شوية بضاعة تعبانة كده وشوية عملة يعني ضايع فهم إزاي وراحوا وراحوا في حالة من البؤس ومن التعب والمشقة والخوف والألم والحزن كل الأحاسيس دي كانت من جمعها عند إخوة يوسف أول ما وصلوا إلى بلاد مصر عارف سيدنا يوسف أنهم وصلوا وهو كان واصق أنهم هيرجعوا مرة تانية لأن المرة دي ده هم في الأول كانوا يجوين عشان عايزين ياكلوا لأدى المرة دي جايين عايزين ياكلوا وفي نفس الوقت أخوهم موجود معاه ده الوقت يبقى عبد رقيق عند إيه عند يوسف عليه السلام فأول ما دخلوا دخلوا في حالة فيها من الذل والانكسار يعني شيء عجيب دخلوا رأسهم في الأرض وأعنيهم في الأرض وقلبهم مكسور ومن جوة مجروحين وابتدوا أخيرا يحسوا بألام أبوهم وابتدوا يحسوا قد إيه إن سيدنا عقوب تعب وتعذب أربعين سنة بدأوا يشعروا بيه والدليل على كده إن هم نفسهم بقى صعبان عليهم أخيرا إن سيدنا عقوب بيبكي يعملوا إيه فدخلوا بكل زل انكسار يا جماعة فلما دخلوا عليه على يوسف يعني عليه السلام قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر خلاص يعني أصابنا وأهلنا قحتوا جدوا مجاعوا وتعبنا وجئنا ببضاعة مزجاة بضاعة ملهاش إيمة كل ما نديها التاجر يردهن وقال ابن عباس كت عملة رديئة كل ما يدوها التاجر يرجع لهم قالوا وجئنا ببضاعة المزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجز المتصدقين اوعى عشان جبنا لك عملة رديئة أو جبنا لك بضاعة كاسدة اوعى يعني بتدينا الكيل ناقص لأن محتاجين ناكل ومحتاجين نعيش فتصدق علينا ده احنا يعني شايفينك إن انت من المحسنين وشايفين إن انت إنسان عندك دين وسامت الإحسان باين على وشك وبدأوا يتكلموا بلغة منكسر وفعلا الكسر كتواصلت قلوبهم وبدأوا يحسوا بأحاسيس أول مرة يحسوها الفرعانة والفتوانة والأشياء اللي كانت موجودة عندهم زمان كل ده راح كل ده راح وقلوبهم ابتدت تنكسر ابتدوا يحسوا إن هما السبب في كل اللي حصل لأبوهم وإن هما اللي أدخنوا عليه الحزن وهم السبب إن أبوهم يتعمل الآن تجددت الأحزان إحنا اللي خليني أبونا يتعمل وإحنا اللي ضيعنا يوسف وإحنا اللي ضيعنا بن يمين والنهاردة جايين وابتدوا يكلموه وقلبهم مكسور وجئنا ببضاعة المسجاب فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا تصدق علينا إما بأن تعطينا الكيل كاملا ولا تنكس أي شيء وقبلك وإما أن ترد إلينا أخينا ويبقى جزاك الله خير يبقى أنت كده تصدقت علينا إن الله يجزي المتصدقين ربنا هيكرمك ويعطيك عطاء لا يغطر على قلبه وشر معنى كده يجوز يا جماعة للإنسان إنه يشتكي ويقول الشكوى اللي جواه لإنسان زيه يجوز بس بشرط من غير ما يكون بيتسخط ومن غير ما يكون بيعترض على قدر الله وعلى قضاء الله يعني واحد دخل لدكتور بيقول له عامل إيه قال له تعبان هو اشتكر الدكتور لكن هل اشتكر ربنا ليه لا ده بيخبره عن حاله واحد بيسأله عامل إيه قال له جعان مش بيشكر ربنا أو بيشتكر ربنا هو بيقول له الحالة بتاعت إيه فإن كان ما غير التسخط ولا اعتراض على قدر لا فهيجوز الدرس التاني إن ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة والله يؤيد المظلوم وينصره ولو بعد حين ويمكنه له شفت اللي حصل يوسف عليه السلام مين يصدق إحنا بقلنا النهار ده قديل حلقة رقم سبعة وعشرين مين يصدق يا جماعة إن سيدنا يوسف اللي كان من أربعين سنة مرمي في البئر مع الحيات والعقار بالله عليك بمقاييس العقلية وبمقاييس حضرتك العقلية ممكن طفل عنده 12 سنة ترميه في غيابة الجب في بئر غاويت جدا مع حيات وعقارب وأفاعي ممكن ينجو بمقاييسه ومقاييسك ده لا يمكن يعني حتى لو ما فيش حيات ولا عقارب ولا أي حاجة هو كده كده موجود في مكان زي ده هيموت هيموت من الجوع ومن العطش ومن الخوف كفاية الخوف وهو عارف إنه حتى لو طلع فالذئاب مستنياه وقاعد جوه من غير قميص في عز البرد وهيموت ومش قادر ورغم زيك ربنا هنا جيه ويروح يبقى بأصر العزيز وبعد كده يبتل ويخش السجن وهو ما واش عارف يطلع بعدها دي ويبقى تسع سنين في السجن ويطلع بعدها مباشرة عشان يبقى عزيز مصر مين يتخيل بالله عليك كان يخطر لو أنت ما قرأت سورة يوسف كان يخطر على ذلك إن سيدنا يوسف ممكن يحصل للحصل ده لكن تأكد أخوي وحبيبي والله ثم والله ثم والله المظلوم سينتصر سينتصر يوما ما أصبر أصبر وسيأتيك الفرج من عند الله وعزتي وجلالي مصدق ربنا أنا مصدق ربنا ولازم كلنا نكون مصدق ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثة أإلههم مع الله لا إله غيره ولا رب سواء أخوي وحبيبي ده ربنا اللي بيقسم ده ربنا اللي بيقسم هو ربنا محتاج يقسم سبحانه وتعالى بيقولك وعزتي وجلالي لأنصرناك ولو بعد حين ولو بعد حين أيوة عشان لو ما انتصرتش النهاردة اتطمن هتنتصر بكرة وربنا هنصرك على اللي ظلمك وأنا عارف أن الناس كتيرة جدا في زماننا ده بالذات ويمكن أنا اتكلمت في الموضوع ده في درس المظالم كان درس طويل اتكلمت عن المظالم وأد إيه ناس كتيرة اتظلمت في عهدنا ده وأنا جلست مع ناس والله يا جماعة والله العظيم كاد إن قلبي ده انخلع من هول المظالم اللي حصلت لناس في زماننا ده أد إيه في ناس قلوبها أسية وأد إيه في ناس اتظلمت وأد إيه في ناس يعني اتقهرت من كتر الظلم ويا ما ناس اللي أصيب بشلل واللي أصيب بغلطة واللي مات من شدة الظلم ولكن ربنا بيقول آية تصبر كل مظلوم على وجه الأرض وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون هيعرفه إيه اللي يحصل لهم بكرة والمظلوم سينتصر سينتصر والله سينتصر أخوي وحبيبي قر عينا أختي اللي تظلمت وقلبها انكسر من كتر الظلم أختي اللي إسيوا عليك وخدوك وحرموك من مراسك وحرموك من عيالك وحرموك من زوجك وحصلك وحصلك واتدبرت ضدك مؤامرات ربنا هينصرك وخلي عندك يقين قوليلي بقى لعشر سنين وما انتصرتش ده ربنا بيقول لأنصر أنك ولو بعد حين بعد حين وما حددتش وإن شاء الله النصر سيأتي في يوم الأيام يمكن بعد عشرين سنة بعد تلاتين سنة يمكن بعد يمت سنة لكن النصر سيأتي سيأتي ولبنا لما يقسم على شيء من غير ما يقسم فهو صادق سبحانه وتعالى يبقى ربنا هيؤيد المظلوم ولو بعد حين حاجة التالتة والدرس التالت هل يا جز العبد أن يقول يا رب اللهم تصدق علي لا ما يقص ليه أمه يقول ايه يقول اللهم تفضل علي يبقى إيه الفرق بين تصدق علي وتفضل علي تفضل علي الله هو المتفضل إنما المتصدق لا مش ربنا ليه لأن ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لنا أن المتصدق ده إنسان بيبتغي الأجر والثواب إن الله يجزي يجزي المتصدقين فالمتصدق ده راجل بيبتغي الأجر والثواب فهل ربنا جل جلاله له المثل الأعلى سبحانه وتعالى ليس كمثلي شأنه وسمع بسيط هالربنا يرجو الأجر والثواب من مين ده هو الله سبحانه وتعالى يبقى لما تقول ما تقولش يا رب تصدق علي وإنما تقول يا رب تفضل علي دي كانت حاجة كده على هامش الموضوع طيب الحاجة التانية الدرس اللي بعد كده الفرج مع القرب والله ستفرج إن شاء الله سيقت الفرج أخوي وحبيبي ياللي عبدك الفقر ياللي تهبت من شدة الفقر ومن أزمة المالية إن شاء الله هتفرج إن شاء الله هتفرج وربنا هيجبر كسرك إن ما كانتش في الدنيا يبقى في الآخرة ما أنت كده كده عايش عايش وما تخافش هتقضيها بلقيمات يسيرة عشان تيجي يوم اليوم ما تتحسبش يبقى فيش حاجة تتحسب عليها تيجي يوم القيامة تلاقي الدنيا مع الدين ما شاء الله واحسب لك الفرق كده أخوي وحبيبي عشان بس تقرع عينا تخيل واحد راجع من الصفر اللي اتنين راجعين من بره من دولة أجنبية أو عربية واحد جاي وشايل معا عشرين شنطة وثلاث زكايم وقفوا في المطار وعملين يفتحوا في الشونط ويشوفوا ويجمرقوا ويعملوا ويكتبوا وشيل شونط وفكوا وربطوا اتأخر في المطار قد دي عشر ساعات والتاني معهوش حاجة خرص يا دوب ماشي بشنطة زونطوتة في ايده فيها جواز السفر ومبلغ بسيط وشوية أوراق مهمة جاي عند الجمارك قاله معيش غير الشنطة دي معكش اي حاجة معيش حاجة قاله عدي ده مشهد بسيط من مشاهد الأخرة يوم القيامة جيت أخوي الفقير اللي ما كنتش لائل اللقمة كلها كان معك ايه لا تزول قدم عبد المناند ربه يوم القيامة حتى يصل عن أربع من بينها عن ماله من أين من أين اكتسبه وفيما أنفقه كانش فيها رب ده كان على الأبد في الظبط اللقمة وكنت بكلها من حلال وحاجة بسيطة خالص ما يصد الرمق عدي خش الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيهمس غمس غمسة واحدة في الجنة ثم يسأله الله عز جل عبدي هل رأيت بؤسا قط هل مرت بك شدة قط فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط يا سبحان الله أنا عارف قد إيه ناس كتيرة جدا من كتر الحرمان اللي شافوه متعذبين وتعبنين أنا عارف قد إيه أن فيه ناس من كتر الظلم اللي وقع عليهم قلوبهم مكسورة أنا عارف قد إيه فيه ناس بيبقوا ماشيين ويبص يعيني على الفكة أو على الأكل أو على الشرب ويلياما نفسي أجيب الأولادي لكن ما بيديد حيلة العين بصيرة والإيد أصيرة ما تحزنش لأن الدنيا اللي انتز علان عشان هدية حبيبك صلى الله عليه وسلم كان بينام فيها على الحصير والحصير مؤثر في جنبي والصحابة قللوا له يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء فراشا لينا فيقول مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استضل تحت ظل الشجرة ثم راح وتركها فالدنيا ما تسويش الدنيا ما تسويش أبدا عبدي هل رأيت بؤسا قط هل مرد بك شدة قط فأقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرد بي شدة قط كل ده بإيه أخوي وحبيبي بغمسة في الجنة أمان لما تخش الجنة وتنعم في الجنة وتصحب النبي في الجنة وتنظر إلى وجه الرب اللي عليه في الجنة والله اتطمن حبيبي اتطمن وقرعينا سيجعل الله بعد عصر يسرا أخوي وحبيبي لما إخوة يوسف دخلوا عليه وقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر تعيبنا خلاص وجئنا ببضاعة مزجا فأوفي لنا الكيلة وتصدق علينا إن الله هيجز المتصدقين قلبي يوسف الرحيم اللي مليان حب للدنيا كلها مش لإخواته بس يا جماعة ده للدنيا كلها ده قاعد بيأكل الشرق الأوسط كله قلبي يوسف لما يتحمل بقى خلاص يعني يعني إخواتي وصلوا لمرحلة الكسرة الكبيرة ديت معقولة أنا أصبر على الكسرة اللي شايفها دولة يعني في إخواتي مش ممكن مش قادر يتحمل سيدنا يوسف عليه السلام في اللحظة دية يعني ابتدى خلاص لازم أكشف لهم الحقيقة بقى ما ينفعش إن أنا أفضل كده أدار عليهم لأنهم خلاص أنا شايف إخواتي بيتضمروا قدامي وأكيد أبوي حلته أصعب منهم يوسف عليه السلام قرب منهم وقال لهم حاجة جميلة قوي ورجعهم للماضي اللي وراء بقى يعني رجعهم لأيام زمان أربعين سنة أربعين سنة بكاء أربعين سنة حزن أربعين سنة عذاب أربعين سنة الضغف ما بين البير وما بين الحياة والعقارب وما بين السجن وما بين الابتلاء وفتنة امرأة العزيز أربعين سنة في عذاب شديد محروم من أبوه حبيبه محروم من بنيمين أخوه محروم من أسرة ومن العيلة ومن لما قال هلا علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهل إذ أنتم جاهلون أحيث يقول لهم مرضيش يقول لهم إذ أنتم ظالمون شوف حتى رقة اللفظ حتى لما هي عاتب هو ده اللي قلته يا يوسف عليه السلام هو ده اللي قاله مرضيش يجرح مشاعرهم ولا يقول لهم حاجة رغم أنه هو هم تسببوا أنه أربعين سنة ما يشوف شابوه نجمعنا حتى الآن ما يزيد عنه ربع مليون قطعة ملابس مستعملة المتطوعين دلوقتي بيغسلوهم وبيكوهم وهنوزحهم مجانا على أكتر من مئة ألف محتاج كل واحد هياخد ثلاث قطع يخترهم بنفسه توزيع الهدوم هيكون يوم 29 رمضان كل ما نجمع هدوم أكتر هنساعد ناس أكتر ما تضيعش الفرصة والحق سواب الشهر الكريم بتبرعك بملابسك المستعملة اتصل على 19 ربع مية وخمسين وحنجي لك لباب البيت أنا بعتذر لإني اتأخرت كثير عن أن أنا أزور مستشفى سرطان الأطفال اتأخرت لإني ما بحبش أشوف طفل في فراش المرض أو على سير الألم لما جيت اكتشفت أن المكان هنا قلع للأمل وللإخلاص لأطباء متفرغين الدقة عالية للغاية الجودة لها معايير النظافة متبقة طوال الوقت والأهم في بحث علمي دقيق والمستشفى بيتحول بموضوع الوقت إلى أهم يكون مؤسسة علمية لها مستقبل في التطوير وفي أبحاث مرض السرطان إسلام من التمول وبقاله تسع شهر هنا وفي إيدي فاتورة للطفل تاني اسمه أحمد قعد من شهر إبريل لشهر يونيو في المستشفى وتكلف حوالي 696 ألف جنيه ده بيثبت لكم قد إيه بروري أنكم تتبقعوا لهذا المستشفى قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف أخي إذ أنتم جاهلون أكيد أنتم عملت العملة ديت بجهل منكم أنتم شخصين شوف هو اللي بيعزرهم شهما اللي بيعزرهم لفسهم هو اللي بيعزرهم بلوم إذ أنتم جاهلون أكيد أنتم ما تقصدوش تعملوا فيها كده مع أنه هم رموه في البير وكانوا عايزين يموتوه وبعد ده كله كمان حتى لما السيارة طلعوه هو راحوا باعوه بسمن بخص بأي فلوس ويلا خدوه قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخي إذ أنتم جاهلون كانت أكبر مفجأة مفجأة أذهلت عقولهم ما كانوا يش مصدقين قالوا أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف مردش يقول لهم أنا عزيز مصر أو أنا الوزير يوسف قال لهم أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا رجع الفضل كله لله سبحانه وتعالى ما قالش بجدعنتي وباكتهادي وأنا إنسان عصامي وبدأتها من تحت الصفر لحد ما بقيت وزير المالية والاقتصاد قال أنا يوسف وهذا أخي وهذا أخي شو قد ديه يعني هو ده أخويا لأنه ما أزنيش هو ده أخويا لأنه ما رمنيش في البير هو ده أخويا لأنه ما حرمنيش من أبويا هو ده أخويا لأنه ما فكرش فيهم الآم إنه يعمل فيه حاجة وحشة إنما أنتوا أزيتوني بس عايز يجبه لهم بشكل برضو ما يجرحش بشعرهم قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا المنة كلها والفضل لله لما ربنا يفرج عليك أخوي أو حبيبي أوعى تنسى فضل ربك لما ربنا يفرج عليك أختي أوعى تنسى فضل ربنا أوعى لما ربنا يفرج علينا نفتري أوعى لما ربنا يفرج علينا ننسى العبادة ونفتري ونمرح في الدنيا ونسرح ونطرك كل عبادة لله سبحانه وتعالى قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يطخي وأصبر فإن الله لا يضيع أجل المحسنين تخاهل كده موقف أخوة يوسف في اللحظة دي كنوا عملينا إزاي أنا مش قادر يعني أوصف لك أحسسهم مفجأة أظهرت عقولهم مش بصدقين نفسهم بدأ شريط الزكريات عدوا قدام عنهم هو ده يوسف أخونا اللي رمناه في البير من أربعين سنة بقى عزيز مصر ومع كده لا عاتبنا ولا أزانة ولا سجنة ولا رمانة في البير إحنا كمان ولا فكر حتى يسجلنا ولا يعمل فينا أي حاجة إيه الكرم ده كله بدأوا يحسوا إنهم كأن كل واحد بيقول ياه وإحنا للدرجات دي وحشين وهو للدرجات دي إنسان محسن للدرجات دي فرحوا على طول من غير ما يملكوا نفسهم قالت الله لقد آخرك الله علينا وإن كنا لخاطئين إحنا بنعترف لك بإن إحنا إحنا فعلا وحشين إحنا عبرنا ما كنا كويسين إنت فعلا إنسان فاضل تعرف لما تقعد تسقل إنسان تسقله 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 تعمل فيه اللي ما يتعملش وفي الآخر خالص يجي يقول لك وأنا مسامحك وفوق إن أنا مسامحك كمان هكرمك وهعمل معاك اللي أنت عايزه عبرك شفت حد بالمنظر ده شفت قدي التسامح ياهنا سامحوا بعض ياهنا سامحوا بعض ياهلي ليل ونهارا عمالين بتدبروا المكائد لبعض والأضايا والمشاكل سامحوا بعض عشان ربنا يكرمكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله أذكر إن أخه مرة واحد ظلم وظلم أعوذ بالله ظلم بيّن ظلم وظلم عجيب خد منه فلوس قد كده وخرب بيته وتسبب في طلق زوجته وحرمه من أولاده ودخلوا السجن خمس سنين في أكتر من كده ظلم وفي يوم الأيام الشاب المصدوم ده كان في الحرم بيعتمر وهو بيطوف حوالين الكعبة ربنا يجمعه في اللحظة دي معل ظلمه فشافه فافتكر الظلم اللي شافه ده كله سجن خمس سنين وضيع فلوسه وحرمه من زوجته وحرمه من أولاده فبدأ يوصله كده ويبكي وبعدين بقى يقول في نفسه اللي إزاي دقى سامحه إزاي أنا مقدرش أسامحه وبعدين فجأة افتكر قاله ولا أقولك أنا مسامحك يمكن أكون أنا كمان محتاج إن ربنا فعلا يسمحني لعل وعسى يمكن لما سامحك ربنا يسمحني النبي صلى الله عليه وسلم إما داع الصحابة للتصدق في يوم الأيام وجيه واحد مسكين معاندوش حي خالص واحد قبليه راح تصدق بعنقود عنب هو ملقاش حتى في بيته عن قودة ينب فوقف وقالي ها اللهم إنك تعلم أني لا أجد ما أتصدق به فأشهدك أني قد تصدقت بعرضي على كل من شتمني أو سبني أو آذاني فقد تصدقت بعرضي وأنت أولى بالمسامحة يا سبحان الله فكرت مرة كده تقول يا رب أنا سمحت أي إنسان أزاني عشان ربنا أعفو عنك والله العظيم ستجد لزة وحلاوة في قلبك لا تقتر على قلب البشر لما تسامح الناس قالوا طالله لقد آثلق الله علينا وإن كنا لخاطئين ينجح يوسف عليه السلام في الابتلاء بالنعمة زي ما نجح في الابتلاء بالشدة ويقول لا تثريب عليكم اليوم حتى مجرد العتاب واللوم والله ما هاعطبكم ولا لومكم وطرك المعتبة من المرؤة قال لا تثريب عليكم اليوم ما يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين يا سبحان الله التمكين ثمر عظيمة جدا للصبر والتقوى المؤمن الصادق العفيف الإنسان اللي يعرف ربنا فعلا واللي بيتبأ نبينا فعلا صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا يعرف الانتقام أي طريق لقلبه ما فيش بسلم يا جماعة يعرف ينتقم انتقم إزاي لو واحد أزاني الله يسمحه الله يسمحه قادر ربنا سبحانه وتعالى ياخد لحق منه قادر ربنا يعرض لي كل دخيل وأخد بيها حسنات يوم القيامة ويوم القيامة أول ما يكون من حساب العبد في المظالم القصاص والمظالم والدماء بالذات على يعني يعني أخصت شيء هو الدماء أول حاجة القصاص في الدماء فالإنسان لابد أن هو يسامح لابد أن انت تملك قلب مسامح وتعفو وتغفر وأكيد ربنا هيكرمك وهينصرك وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة تشوف حبيبك صلى الله عليه وسلم مثال العظيم جدا جدا في العفو ينضرب في الطائف ويحصل معاك كل الحاجة ديت وتنزف الدماء الشريفة من قدمان النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي ملك الجبال يا رسول الله لو شئت الأطبقان عليهم والأخشبين والأخشبان جبلاني بين مكة والطائف فيقولوا لا إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشك به شيئا ويجي صلى الله عليه وآله وسلم يوم ما دبرت تسع مؤامرت لقتل النبي ويعفو النبي اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ويجي النبي يوم فتح مكة أهل مكة اللي طردوه وهو خارجه بيبكي ودموعه على وجنته ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما أخرجت ويرجع يوم الفتح ويلاء الناس كلها وقفوا ورصها في الأرض مش عارفين إذا كان النبي هي على لوم المشان أو لعمل فيهم إيه وإذا به صلى الله عليه وسلم يقول ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فكان كريما صلى الله عليه وسلم فقال فاذهبوا فأنتم الطلقاء الله الله على عفو النبي صلى الله عليه وسلم لأ ده أنا عايز أسكلك موقف قريب جدا من موقف يوسف عليه السلام كان أبو سفيان وكان أزاه شديد جدا جدا بالنبي ويجي يوم فتح مكة يروح يسأل واحد من الصحابة يقول له إحنا أريد أن أسلم فماذا أصنع فقال له ادخل على محمد ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم طالله لقد آفرق الله علينا وإن كنا لخاطئين قال له هينفع قال له هينفع فدخل على النبي وقال يا رسول الله طالله لقد آفرق الله علينا وإن كنا لخاطئين وإذا بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين تعرف تغفر وتسامح بالمنظر ده تعرف تسامح اللي ظلمك تعرف تسامح كل من أساء إليك تعرف تعفو وتنظف قلبك من ناحية كل إنسان ده واحد من الصحابة حكم له النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله إنه هو من أهل الجنة لأنه فقط يعني ما عملش أي حاجة سواء إنه صدره سليم وإمكان قلت لكم من درسين ثلاثة الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدخل عليكم أنا رجل من أهل الجنة ادخل رجل مرة واثنين وثلاثة ونبع سلم يقول نفس الكلمة هو نفس الرجل اللي يخش عبد الله بن عمر قاله يعني أنا حلفت إنه ما خشش على بيت أبويا ثلاثة يام عشان بتخاني معاه ممكن تضيفني قاله ضيفك راح البيت عنده قعد عنده ثلاثة يام عبد الله بن عمر ما شاء الله عبادة إيه وقيام إيه وصيام إيه التاني بيعملش حال لأنه بيصلي صلاة الخمس غير أنه كان إذا تعار من الليل لو كان بيقلق بالليل كان لاذكر الله عز وجل حتى قال ابن عمر كنت وأنا أحتقر عبادته إيه ده بيعمل إيه ده ولا حاج قال فلما هممت بالانصراف قلت له أنا ما لاحيت أبي أنا ما قلتش لا هدخل عليه ولا غير ولا كان فيه مشكلة بس أنا سمعت النبي يقول كذا فحبيت أشوف أنت بتعمل إيه عشان أقل ذك قال هو ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي غش ولا غل ولا حسد لأحد من المسلمين قال تلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك جميل أوي أوي إن أنت تصف قلبك من الحسد والأحقاد خصوصا في الآية الجميلة بتاعتنا جميل أوي أوي إن أنت بعد ما تسمع الحلقة دي ترفع سماعة التلفون وتصالح أي إنسان بينك وبين خصومة والله العظيم أخوي وحبيب ومجرد ما تصلحه أو تسمحه وتقفل سماعة التلفون هتحس إن الإيمان بيغمر قلبك واتحس بسعادة ونشوة والله لا يعلم مدهة إلا الله سبحانه وتعالى هتحس بسعادة وانت رفع قضية ظلمة على واحد أو بتنتئم منه أو بتاخد حقك أو غير ذلك لما تتنازل وتعفو عنه هتحس قد إيه إن ربنا سبحانه وتعالى هيكذ هيقذف في قلبك من الإيمان ومن حلاوة الإيمان ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى جرب أخوي وحبيبي وسامح وعفو وشوف قد إيه سيد نيوسف عليه السلام بعد أربعين سنة آلام وأحزان بعد أربعين سنة غربة بعد أربعين سنة بكاء من أبوه بعد أربعين سنة اتعمى فيها أبوه بيقولهم لا تفريب عليكم اليوم والله مش هقولك حتى مش هعزبكم ولا عقبكم دنة حتى مش هعاتبكم لا تفريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين يريت نقول الجملة ديت لكل اللي ظلمونا لا تفريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين والله وأشهد الله أني سامحت كل من ظلمني في حياتي لا تفريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحمه ورحمين جزاكم الله خانا على حسن الاستماع سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى الله عليه وسلم هنشوف إيه اللي يحصل بعد كده مع سيدنا عقوب وإيه الفرح اللي هتحصل له وإيه المفاجأة اللي جاية نعرفها بكرا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألقوه في الجب يا ظلمة القلب كذب على الذئب دمع من الأوهى يا محنة الهرب بالسجن والكرب حفظ من الرب تحلو به الآلام تحلو به الآلام بجمال قصته وبحسن طلعته وإباء عفته هو يوسف الأحلام هو يوسف الأحلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة